وينضم إليه الآن هنا في الستوديو دانيل مري نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار والرئيس العالمي للبحوث لدى EFG لإدارة الأصول دانيل أهلا وسهلا فيك معنا على البرنامج وشكرا جزيلا لحضورك يعني في هذه الأوقات نعيش مع كثير من المعلومات وكثير من الأحداث إذا كانت جيوسياسية أمنية إذا كانت شؤون السياسات النقدية وأيضا الأرباح الشركات أوميكرون عد لبداك على ماذا تركز في اتخاذ قراراتك الاستثمارية في هذا الوقت بكل تأكيد الأمر الأساسي الواضح هو التضخم وتفاعله مع السياسة النقدية في آخر عشر سنوات أو اثني عشر عاما كنا في بيئة فيها سياسة نقدية متساهلة وداعمة للأسواق وضمن البيئة الحالية نجد أن هناك انعكاس في السياسة النقدية ففجأة هناك تشديد نقد منسق والأسواق لم تمر بهذه الحالة منذ سنوات هذا هو الخطر الأساسي تطرقت إلى العوامل الجيوسياسية وهذا موضوع حساس حاليا وعادة العوامل الجيوسياسية تتسبب بردود أفعال فورية لكن تأثير ويتراجع بسرعة بالنسبة للجائحة نعتقد أنها تتلاشى وقد تجاوزنا الذروة في أثرها إذن التضخم والسياسة النقدية هم أهم عنصرين أود أن أسألك على موضوع التضخم طبعا لكن ذكرت لا شك بأنه في أثر آني لأزمات الأمنية والجيوسياسية إلى أي مدى تأخذونها الآن بعين الاعتبار يعني ناخد وجهة نظركم كمديرين أصول بمجريات أو ما يجري على الساحة السياسية وإن شاء الله ليس العسكرية في أوروبا بالوقت الحاضر يجب أن نكون منتبهين إلى المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على الوضع الاقتصادي والأسواق في العالم عادة هذا الأمر لا يحصل ففي الأوضاع الجيوسياسية هي تحتوى ضمن منطقة معينة وغالبا لا يكون تأثير هذه المناطق على الاقتصاد العالمي كبيرا لكن اللافت هو أنه للمرة الأولى منذ فترة طويلة نجد روسيا وأمريكا في مواجهة مباشرة أكثر مما كان عليه الحال في الماضي هذا هو السبب الذي جعل الأسواق أكثر حساسية برأينا هذا الوضع سيتلاشا رأينا أخبار إيجابية من ماكرون الليلة الماضية لكن هذا خطر قائم ننتبه إليه بوضوح الأزمات الأمنية والعسكرية ليس غريبة عن أن تأتي بعد أزمات اقتصادية أو أزمات يعني الاقتصاد يعاني منها إذا كان من ناحية ريساشن أو ما إلا ذلك تجد بأنه بيصير في نوعا ما يمكن مرات افتعال لأزمات عسكرية من أجل الخروج من الأزمات الاقتصادية هل عم تشوف بوادر هذا الشيء هلأ؟ الوضع الجيوسياسي يمكن أن يستعمل لتشتيت الانتباه في حال المشاكل الإقتصادي وهو أسلوب جيد للسياسات المحلية لتشتيت انتباه الناس عن المشاكل في البلاد لكن يجب أن نتذكر أنه في حالة روسيا وعلاقتها مع الغرب وتحديدا أوروبا هناك اعتماد متبادل بين الطرفين أوروبا تعتمد على روسيا للحصول على نسبة كبيرة من طاقتها بعض الدول تعتمد على روسيا بنسبة 100% لحصول على الطاقة لكن روسيا أيضا تعتمد على أوروبا لحصول على إرادات كبيرة وهذه الإرادات مهمة للموازنة روسيا إذن هناك اتكال متبادل بين الطرفين صحيح أن روسيا قد تكون لديها نواية تجاه أوكرانيا لكن يجب أن تكون حذرة فيما تفعله لذلك هناك شيء من المفاوضات السياسية الجارية حاليا وهذه الأزمة السياسية طبعا نجد انكاساتها على أسعار النفط التي نجد انكاساتها أيضا على أسعار التضخم ونوصل نرجع لموضوع التضخم نكون برمنا دائرة كاملة برأيك متى ممكن أن نرى نسبة التضخم تصل إلى قمتها إلى ذروتها قبل أن تبدأ بالتراجعة هذا سؤال عظيم وهو مهم بالنسبة للسوق في الوقت الحاضر هناك عدة أمور تحصل أولا تأثيرات القاعدة أو ما يسمى base effects هي واقع رياضي واضح فالتغييرات على أساس سنوي تتراجع مع مرور الوقت وبحسب حساباتنا يبدو أن التأثيرات هذه سوف تؤثر من نسبة تبلغ 7% سنويا هذه التأثيرات ستبدأ بالظهور بين مارس وأبريل من هذا العام إذن سنكون أمام شهرين ثلاثة أشهر من عدم لقين حتى تبدأ هذه التأثيرات بالتغير النقطة الثانية صحيح أن أسعار الطاقة ترتفع لكن هي ترتفع بوتيرة أعلى مما كانت عليه العام الماضي وفي الوقت ذاته سيكون تأثيرها على التضخم أقل الأمر الثالث ربما في وقت لاحق من العام نتوقع لمشاكل سلاسل توريد أن تبدأ بالتراجع وهذا سيحسن وضع التضخم نوعا ما وسيكون أكثر إيجابية بالنسبة للسوق بالمجمل في الأشهر قليل المقبلة حالة عدم اليقين المرتبطة بالتضخم ستظل مرتفعة لكن مع مرور الوقت وبسبب هذه التأثيرات الثلاثة المتعلقة تأثيرات القاعدة وأسعار الطاقة ومشاكل سلاسل توريد نعتقد أن التضخم سيبدأ بالتراجع نوعا ما وبشكل مختصر فإذا نضعنا كل هذه البخلاطة والنتيجة شو هي أنا توجه الاستثمارات بالوقت الحاضر ما زلنا نفضل أسهم الأسهم ونعتقد أن السياسة النقدية التي ما تزال متسائلة نسبيا على الرغم من التشديد من الفيدرالي والبنوك الأخرى هي ما تزال داعمة للأسواق ونعتقد أن تأثير التضخم صحيح أنه سلبي على بعض الشركات لكنه يمثل قدرة تسعير أفضل إذن ما زلنا نتوقع نموا جيدا وإن كان بيوتير أفضل والسياسة النقدية المتساهلة تدعم أسواق الأسهم هذا هو موقفنا تانيل ماري شكرا جزيلا حضورك معي اليوم